المعركة بين السعودية وحزب الله سياسيا لا تزال مفتوحة تستكين حينا لكنها تعود مجددا بين محطة سياسية واخرى بوصفها احد الملفات الخلافية التي انفتح اي حوار بين السعودية وايران لابد ان تكون حاضرة على الطاولة وبقوة المزيد في التقرير التالي هل قررت السعودية مواجهة حزب الله في لبنان؟ هذا السؤال بات الشغل الشاغل في بيروت منذ ان غرد وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان قبل ايام واصفا حزب الله بانه حزب الشيطان وداعيا اللبنانيين الى الاختيار بين الحزب او ضده كان لهذه التغريدة وقع الصاعقة الصمت في بيروت سيد الموقف باستثناء ردود متفرقة للحزب وصفت المواقف السعودية بانها دعوات فتنة لكن معاجلة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الى ملاقات زميله واتهام ايران بزعزعة المنطقة عبر حزب الله اكد ان مرحلة سعودية جديدة قد فتحت في لبنان على الرغم من الحديث المتكرر الذي تنفيه السعودية عن تقارب مع ايران وفي اقل من اسبوع غرد السبهان مجددا مستهدفا ما سماه حزب الشيطان متهما اياه بالارهاب وداعيا العالم الى التعامل معه كما تعامل مع تنظيم الدولة الاسلامية بعد المواقف الاخيرة بات البحث عن خلفيات الموقف السعودي في لبنان الشغل الشغل خصوصا ان مواجهة ايران في لبنان سبقتها محاولات واضحة في العراق وزيارات متبادلة وخطوط جديدة فتحت قبل الانتخابات النيابية المقبلة في العام المقبل والتي سيشهد لبنان انتخابات مشابهة لها ولا ينفصل ذلك عن زيارات السبهان الاخيرة الى بيروت ولقائه قيادات قوة 14 اذار حصرا في مسعى يبدو انه يهدف لتجميع اوراق القوة واعادة رصها في مرحلة المع والضد التي حددها السبهان كثيرة هي الاسئلة التي تطرح في لبنان عن المرحلة المقبلة بعد المواقف السعودية وخصوصا لجهة مستقبل التوافق اللبناني الذي ادى الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية ومهادنة داخلية بين حزب الله وتيار المستقبل اسئلة تنطلق من خلفيات الموقف السعودي وان كان في سياق عدة المواجهة التي بدأت تلوح في الافق ووسط كل هذه التساؤلات تم تحقيقة واحدة هي ان تغريدات السبهان وبينها موقف الجبير لا تنفصل عن مسار طويل لكن بتوقيت جديد وبعودة سعودية وان كلامية حتى الساعة الى لبنان بعد انكفاء طويل